اشتركوا في القناة عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني الذي يلقب بمالك الصغير صاحب المقدمة في الاعتقاد المشهورة مقدمة الرسالة وهو إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم عرف بمكانته العلمية وتحقيقاته النافعة نقل عنه ابن رجب الحمبل رحمه الله أن جماعة أحاديث الأخلاق تتفرع وترجع إلى أربعة أحاديث أربعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت والثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب منه أن يوصيه بوصية جامعة قال لا تغضب والحديث الرابع قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهذه الأحاديث الأربعة كما يقرر الإمام بن أبي زيد رحمه الله تعالى تجمع القلق كله بجميع مجالاته وجميع أحاديث الأخلاق والآداب في مردها ومرجعها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة